اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجه أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيه ولك الحمد بعد الرضا نحمدك اللهم بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو شر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وبسطت أمننا وفسحت رزقنا وكبت أعداءنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيراً كما تعطي كثيراً ولك الشكر كثيراً كما تجزل كثيراً لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عمدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا حول لنا ولا قوة إلا به وصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن قتفى اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا فيما أعطيك وقنا شر ما قضيك فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وعن والدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزن اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وساعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير لما أنزل فيها من شر وبناء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر اللهم فاكتبنا ممن اغتنا ماها وممن أعتقته فيها من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها سلام اللهم فاكتب السلام على أمة الإسلام وعلى العالمين أجمعين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماهي والفلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في شدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا وصرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وانسخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ أمننا واستقرارنا اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه اللهم يا كريم يا عزيز وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين اللهم وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان يا منان يا رب العالمين لما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم واغفر وارحم لمؤسس وموحِّد هذه البلاد اللهم اغفر له وارحم واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء واغفر وارحم لمن سبق من ولاة أمرنا وعلمائنا وأقاربنا ووالدين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نقاك وهب لنا غنا لا يطغين وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته وعنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضي عننا غير غضبان واجعلنا من من ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وذرياتنا والناس أشمعين إلى هنا إلى هنا ما عصيناك ما عصيناك ونحن لا نحبك يا الله وإنما سولت لنا أنفسنا الأمارة بالسوف وأضلنا الشيطان الرجيل وأنت واسع المغفرة وأنت واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء يا الله إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وإن مغفرتك أرجى لنا عندنا من أعمالنا فاللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر خطايانا وهب لنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوانعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن ضردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدسة أسماؤك نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم نحقن دماءهم اللهم نحقن دماءهم اللهم أوقف القتال والحروب فيما بينهم اللهم وفقهم لصلاح بلادهم وأوطانهم وأمنها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين اللهم لا ترفع لأعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية واجعلهم عبرة وآية اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وكيدهم في ضلال فرِّق جمعهم وشتِّك شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم بارِك للمسلمين في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا واستقرارنا وأهل الخير والحسبة والعلم والصلاح فينا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم نصرف عنا وعن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار حسبنا الله وكفى حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الله على من آذانا وآذى المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أزل الفقر والأمراض والمجاعة والأوبئة والأسقان والحروب والخطوب والكروب عن المسلمين وانشر السلام في العالمين يا رب العالمين اللهم إنك تتفضل على عباده حين يبقى ثلث الليل الآخر فتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من سائل فأعطيه سؤلاء هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا ونسألك فأعطينا اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتوب علينا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا إلى هنا أنجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي خير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي حل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين والزائرين اللهم تقبل منا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا تفرّق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين الخاضعين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلّت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أولوفهم فاللهم لا تردّنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم احفظهم من شرور الإرهاب والمخدرات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا جابر كسر المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين أصلح نساء المسلمين وزيّنهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء يا للجلال والإكرام وأصلح وسائل الإعلام ووسائل التواصل وكفة ما فيها من الأكاذيب والأراجيف والشائعات والبهتان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على إمام الحُنفاء وسيِّد الأصفياء وعلى آله الشُّرفاء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلِّم تسليما كثيرا